22 مجموعة سلعية ارتفعت أسعارها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي أدت إلى تسجيل معدل التضخم في الأردن ارتفاعا بنسبة 1.21% بحسب تقرير لدائرات الإحصاءات العامة السلع التي ارتفعت أسعارها تشكل أهمية كبيرة للمستهلك بالدرجة الأولى مجموعة النقل وارتفعت أسعارها 4% ثم الإجارات بنسبة 1.6% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.5% تقريبا التبغ والسجائل ارتفعت 3% إضافة إلى الزيوت والدهون إذ ارتفعت 6% في حين سجلت عشر مجموعات سلعية انخفاضا في أسعارها أبرزها الخضروات والبقول بنسبة 13.22% الفواكه المكسرات بنسبة 2.26% وأسعار الملابس بنسبة انخفاض بلغت 1.35% والتوابل ومحسنات الطعام بنسبة انخفاض 1.82% إضافة إلى أسعار الأحذية سجلت انخفاضا بنسبة 1.92% في المئة